في سابقة إعلامية من نوعها خرج مدير المخابرات الأمريكية والبريطانية عن صمتهما في مقابلة تلفزيونية حصرية ليقدم تصريحات حول الأوضاع الراهنة في العالم مع تركيز خاص على الشرق الأوسط المديراني تطرقا إلى تقارير تفيد بتزويد إيران لروسيا بصوريخ باليستية وهو ما وصفاه بأنه جزء من خطة لزعزعة استقرار المنطقة بهدف تحويل الأنظار عن الحرب في أوكرانيا ومع الحفاظ على السرية الاستخباراتية المعتادة أشار مدير المخابرات الأمريكية وليام بيرنز إلى أن المعلومات المتعلقة بهذا التعاون الحساس ستنكشف تدريجيا في الأيام المقبلة مما يثير التساؤلات حول ما يخبئه المشهد العسكري القادم وفي حديث لمدير المخابرات البريطانية ريتشارد مور جاءت تحذير شديد اللهجة بشأن الرد الإيراني المتوقع على اغتيال إسماعيل هنية حيث أوضح أن إيران تعتمد استراتيجية خطيرة لزعزعة الاستقرار تتجلى في دعمها لجماعات مثل حزب الله وحماس وما جرى في السابع من أكتوبر بالإضافة لتدخلها في تعطيل الشحن الدولي عبر الحوثيين في البحر الأحمر مور قال إن هناك اشتباه برد إيراني على اغتيال هنية مؤكدا سعيها أي طهران دوما وعبر استراتيجية زعزعة الاستقرار لترهيب خصومها والانتقام منهم بطرق غير مباشرة سواء عبر عملية سرية أو دعم وكلائها في المنطقة وهما يضع الغرب في حالة تأخب دائم ويقظة مستمرة وفيما يتعلق بغزة لم يكشف المديران أي من المعلومات المتعلقة بمفاوضات وقف إطلاق النار إلا أنهما أكدوا الاقتراب جدا من إتمام صفقة تبادل المحتجزين التي تمهد لوقف إطلاق النار والذي يبحث الطرفان عنه بشدة لما يتصاعد من أوضاع إنسانية صعبة في قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر